مرحبا تحاول المؤسسة الفيدرالية الأمريكية للتأمين على الوداع التي عينت مسؤولة عن إدارة بنك سيليكونفالي الأمريكية العثور على بنك آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع يكون على استعدادا للاندماج مع البنك المفلس وقال بعض المديرين التنفيذيين والمستثمرين في الصناعة المالية إن انهيار بنك سيليكونفالي يمكن أن يكون له تأثير الدومينو على البنوك الإقليمية الأمريكية الأخرى إذا لم يجد المنظمون مشتريا خلال عطلة نهاية الأسبوع لحماية غير المؤمن عليهم وفعلت بلومبرغ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومؤسسة التأمين الفيدرالية يدرسان إنشاء صندوق من شأنه أن يسمح للمنظمين بدعم المزيد من الوداع البنكية تعتبر المهلة المحددة لإبرام هذه الصفقة قصيرة نسبيا ما يجعل من الصعب تحديد قائمة المشترين المحتملين وفي بريطانيا قرر رئيس الوزراء البريطاني ريش سوناك بوجود حالة قلق بشأن بنك سيليكونفالي وقال إن الحكومة تعمل على إيجاد حل لحماية أموال المودعين وتوفير التمويل اللازم تأتي تصريحات سوناك بعد تصريحات مشابهة لوزارة المالية البريطانية استبعدت فيها أن يؤثر أغلاق بنك سيليكونفالي على البنوك الأخرى العاملة في بريطانيا نقلت بلومبرغ عن مسؤول الحكومي مطلع قوله أن وزير المالية البريطاني جيرمي هانت سيمنح الشركات إعفاء ضريبيا لمدة ثلاث سنوات في الموازنة التي سيعلنها هذا الأسبوع تقدر قيمة هذه الإعفاءات الضريبية المؤقتة بنحو 13 مليار دولار وذكرت بلومبرغ أن هانت سيقترح بديلا دائما في بيان حزب المحافظين الحاكم الذي يسبق الانتخابات المقبلة أضاف التقرير أنه في ظل النظام البديل ستواصل الشركات توفير 25 بنسا في فاتورتها الضريبية مقابل كل جنيه استريني يجري استثماره ومن المقرر أن يبدأ سريانو زيادة أعلن عنها في وقت سابق في معادل ضريبة الشركات من 19% إلى 25% في إبريل نيسان المقبل نبقى في بريطانيا أذ شهدت أسار العقارات أكبر تراجع على أساس سنوي في عشرة أعوام بنهاية فبراير شباط الماضي ويصنف القطاع العقار البريطاني في المرتبة الثانية أوروبيا بعد ألمانيا وتقدر قيمته السوقية بأكثر من 250 مليار جنيه استرليني وهما يجعل أي هزة يتعرض لها تؤثر على الاقتصاد برمته منذ منتصف عام 2020 بعد شركة التسويق العقارية التي يديرها مارك بولاك سبعا من أصل تسع شقق في هذه البناية الفاخرة وسط لندن أرانا الرجل إحدى الشقتين المتبقيتين ثلاث غرف فاخرة على مساحة 180 مترا مربعا تقريبا يبلغ السعر الحالي نحو 5 ملايين جنيه استرليني رغم أن مثيلاتها بيعت الواحدة منها بقرابة 7 ملايين منتصف عام 2021 أما أكبر معدلات الهبوط فقد حدثت خلال النصف الأخير من العام الماضي وهو أمر له ما يبرره برأي مارك أعتقد أن السبب الأساسي هو حالة التخبط السياسي والاقتصادي كما تعلم مرت علينا حكومات عدة في فترة قصيرة وشهدنا الميزانية المصغرة الكارثية في عهد ليزي ترس وهذا كله أدى إلى رفع معدلة الفائدة بشكل كبير وتظهر إحصاءات الحكومة البريطانية أن متوسط أسعار العقارات السكنية في عموم البلاد تراجع في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي بشكل متواصل بنسبة تجاوزت 2% وتفيد تقديرات بنوك خاصة أن الاتجاه النزولي استمر حتى نهاية شباط فبراير الماضي وبهذا تصبح مدة الهبوط السعري للعقارات هي الأطول منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي امتدت أنذاك على مدار أربع سنوات ويتنقض أداء القطاع العقاري حاليا مع الانتعاش الذي شهده في عام 2020 في غمرة جائحة كورونا بسبب أعفاءات ضريبية قدمتها الحكومة لتحفيز السوق منعا لانهياره يكاد محللو شؤون العقارات البريطانيون يتفقون على أن بعض أسباب التراجع الحالي سياسية لكن يظل الوضع الاقتصادي حاضرا بقوة في المشهد نفقة المعيشة تزيد والناس غير واثقين في قدرتهم على تغيير مسكنهم وبعد الميزانية المصغرة الكارثية العام الماضي ارتفعت فوائد القروض العقارية بشدة ما جعل الناس عاجزين عن الحصول على التمويل اللازم لشراء منزل أكبر أو أفضل وتظهر التجارب التاريخية أن العقارات في بريطانيا ظلت دائما استثمارا جاذبا على المدايين المتوسط والبعيد وأن تراجع الأسعار وانتفاقما يتحول بعد انقشاع سحب الأزمات إلى ازدهار تعدد التقارير الاقتصادية وتتعدد معها الرؤى بشأن مآلات سوق العقار في بريطانيا لكن أعين الجميع تبقى مسلطة على جهود الحكومة وعلى مدى فاعلية ميزانيتها الجديدة المتوقع إعلانها منتصف هذا الشهر في كبح جماح التضخم لكي تعود سوق العقار إلى سابق ازدهارها أسد الله الصاوي الجزيرة لندن حققت شركة أرامكو أرباحا غير مسبوقة خلال العام الماضي مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وزيادة مبيعاته بلغ صافي الربح 161 مليار دولار في العام المالي المنتهي في 31 من ديسمبر كانون الأول الماضي بزيادة تقدر ب51 مليار عن عام 2021 الذي سجل ربحا بلغ 110 مليارات دولار وقال المدير التنفيذي للشركة أمين الناصر إن أرامكو تعتزم أنفاق نحو 38 مليار دولار لتعزيز طاقته الإنتاجية وأسهم هذا الارتفاع الأخير في أسعار النفط في زيادة العوادد قدر المعهد المالي الدولي أن السعودية تحقق عوائد إضافية بقيمة 40 مليار دولار سنويا مقابل كل زيادة بقيمة 10 دولارات في سعر برميل النفط أعلنت السعودية تأسيس شركة طيران جديدة تربط البلاد بأكثر من 100 وجهة عالمية تحمل الشركة الجديدة اسمها طيران الرياض وتأتي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الشركة ستسهم بنحو 20 مليار دولار في الناتج المحلي غير النفطي وستوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة تفادت شركة دوتشي بوست الألمانية للبريد إضرابا عماليا بعد توصيلها الاتفاق بشير الأجور مع نقابة قطاع الخدمات وقالت دوتشي بوست إن العرض سيمنح موظفي الشركة مبلغ أن يدفع لمرة واحدة قدره 3000 يورو في غضون 15 شهرا وسيرفع الاتفاق الأجور بنسبة 11.5% في المتوسط ويمكن أن يشكل الاتفاق سابقة بعدما وافقت نقابات في قطاعات أخرى بألمانيا في الأونة الأخيرة على زيادات في الأجور تقل كثيرا على المعادل التضخم الذي بلغ في فبراير شباط الماضي 8.17 عوض الريال الإيراني بعض الخسار التي تكبدها في الأونة الأخيرة مسجلا ارتفاعا تجاوز 6% بعد اتفاق بين إيران والسعودية على استناف العلاقات الدبلوماسية وأشار موقع بومباس دوت كوم إلى أن الدولار سجل 447 ألف ريال في السوق الحر غير الرسمية مقارنة مع 477 ألفا يوم الجمعة وفقد الريال ما يقرب من 30% من قيمته منذ سبتمبر أيلول الماضي أخبار القصاد انتهت شكرا المتابعة وإلى اللقاء